بروحه المرحة ها هو أمين يتبادل أطراف الحديث مع زملائه ويروي ما عيشه في عملية الإنقاذ بدولة سوريا بعد الزلزال المدمر الذي مسها تجربة جيدة بالنسبة للشعب السوري اللي كان معنا ثم العائلات السورية اللي كانوا عندهم أفراد من العائلة تحت الإنقاذ والله العظيم كنا نواسيهم وكنا نعمل كل مجهود تعنا وما شافونا بلي ما بخناب حتى جهد كانوا كينين عائلات يجيوا ويستنوا ولو بسيط من الأمل احنا ما بخلناش احنا كنا 24 ساعة على 24 ساعة فيما كان الحادث نخدموا بكل ما عندنا منطاقة وللأسف جبدنا جوثث وتعرفوا عليهم العائلة التحم وكنا وسيناهم وكانوا كل عائلة توعنا وبابتسامته التي لا تفرق محياه يقف اليوم أمين مع باقي أفراد فرقة مزع ليكرموا في يومهم العالمي في التفاتة تسجيعية جعلتهم يفخرون بما قاموا به الشكر موصول للسلطات المحل التي على رأسهم سيد ويلي وليت مدية على الالتفاتة الرائعة التي قاموا بالتكريم الفرقة المتدخلة في الزيزة المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الشقيقة نتقدم بتهانية إلى كافة الأعوان خاصة لاباز لأنهم يتعبوا بزيف إن شاء الله ربي كيفيهم على أعمال تحهم وخاصة أتوجه بالشكر الجزيل وأرفعت للقبة تحية لجمعة الميزار التي ستشرفونها في سوريا حماية المدنية الجزائرية اليوم وصلت إلى مصاف الكبار إلى مصاف المحترفين واستطاعت أن تفتك المرتبة الأولى على مستوى الأمم المتحدة في المجموعة الاستشارية الدولية لما قدمت خدمات الإسعاف والإجلاء والبحث عن الجثث تحت الأنقاض وبقينا حصلين على المرتبة الأولى لمدة ثم أيام متتالية وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل العزيمة والإيرادة هم رجال رفعوا الراية الوطنية عاليا وشرفوا الجزائر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه